المطلب الأول إجبارية وإلزامية طلبة تربية بدنية وخريجية تربية بدنية في الطور الإبتدائي لأهل الإختصاص لا غير توظيف وإدماج طلبة تربية بدنية في وزارة الشباب والرياضة هو توظيف طلبة تربية بدنية في قطاع التكوين المهني الرابح هو توظيف طلبة تربية بدنية أنه يتم توظيفهم وإدماجهم في شتى التخصصات ولـ 35 ألف خريج تخصص تربية بدنية ورياضية يعانون التهميش في شتى القطاعات حيث يتم توظيفهم في الطور المتوسط والثانوي ولا يعترف بهم كأساتذة للتربية البدنية في الطور الابتدائي حيث يتم توظيف معلمين بعد أن يتم تكوينهم لمدة ثلاث أيام يقابلها خمسة سنين تخصص تربية بدنية ورياضية أطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة الاتفاق والاعتراف بشهادتنا أو وضع اتفاقيات لصالح طلب التربية البدنية ورياضية من أجل توظيفهم في كلا القطاعين يعني في قطاع التعليم أو في قطاع الشباب والرياضة يعني أي مواطن عنده الحق يدير تكوين في مديرية شباب ورياضة شهادات تدريب درجة أولى في جميع الاختصاصات وإحنا خلينا في الجامعة خمس سنوات أو ثلاث سنوات ولو شهادة تعنا ما اعترفوش بها يقول لك شهادة ديكتها 15 يوم أحسن من الشهادة تعنا نحن في إضراب لمدة شهر ونواصل هذا الإضراب ليتما يلبو مطالبنا في أقرب وقت ممكن ولهذا ندعو جميع الطلبة إلى الوقوف كيد واحدة كتلة واحدة لنواصل هذا الإنجاز ترجمة نانسي قنقر